سيكون رمضان هذا العام شاقا على عمران والد هذا الرضيع أجبر على مغادرة قريته بعد وصول قوات الجيش الباكستاني إليها قبل أسبوع ستشكل هذه المدرسة المسكنة المؤقتة لمحمد خان أسوة بعشرات العائلات فهو عاطل عن العمل ولا سقف لديه يأوي أسرته وأطفاله وللحصول على المساعدات الغذائية عليه التنقل يوميا إلى منطقة بعيدة والانتظار في طوابير طويلة المساعدات شحيحة وتدفق عائلات جديدة كل يوم يزيد من صعوبة الوضع طلبت مننا قوات الجيش مغادرة منازلنا في شمال وزيرستان والتوجه لابان لحماية عائلتنا من الخطر وصلنا هنا قبل أيام وننتظر المساعدات الغذائية لكننا نريد أن تنتهي العملية العسكرية بسرعة ادطرت السلطات إلى توطين العائلات في مدارس إقليم البنو لصعوبة استخدام الخيم بسبب ارتفاع درجات الحرارة ويشكي النازحون من تأخر المعونات علينا الانتظار طويلا في الطوابير ونعاني من غياب التنظيم أثناء توزيع المعونات لسنا هنا بمحظ إرادتنا فالحرب أجبرتنا على الفرار ونريد أن يعود الأمن إلى وزيرستان وتتخلص باكستان من ويلات الإرهاب وشكلت السلطات خلايا أزمة في المحافظات القبلية لمواجهة تدفق النازحين دون أن يحادد الجيش إطارا زمنيا لانتهاء العملية العسكرية ويشرف الجيش الباكستاني على عمليات إغاثة المتضررين وإنشاء وحدات صحية متنقلة وإطلاق حملات للتلقيح ضد مرض شلال الأطفال وصلت إلى هذه المنطقة أكثر من 40 ألف أسرة نزحت من مناطق القتال في شمالي وزيرستان وحصلت 36 ألف أسرة على معونات غذائية ما يعني أننا نجحنا في إغاثة 95% من المتضررين وطوق الجيش المناطق الحدودية وقصفت مقاتلاتهما خابئا مسلحين مما دفع موجات من السوكة لترك ديارهم إلى بنو وإلى أفغانستان سعاد رودي سكاينيوز عربية باكستان